حي وادي الجوز في القدس من المناطق الجميلة والمميزة بقربها من المسجد الأقصى المبارك وهو امتداد لقرية لفتا الملاصقة لجدار المسجد الأقصى وهي من أفضل المناطق بالتحديد الزراعية وادي الجوز تعتبر من المناطق القريبة يمكن أقرب الأحياء إلى المسجد الأقصى وهذه الجوز اللي بنظر إلى حدودها هي تصل إلى منطقة باب الساهرة يعني حدود سور القدس منطقة شارع صلاح الدين تمتد إلى منطقة الجبل وادي الجوز أرض السمار كل هذه تنتمي إلى وادي الجوز فهي تعتبر الجهة الشمالية للقدس القديمة تعيش في وادي الجوز الكثير من العائلات المقدسية والكبيرة التي تميزت بعلاقتها بالقدس لأن المجتمع المقدسي فيها مترابط وتتميز هذه العلاقات بشكل قوي في المناسبات أيضا أبناء الحي بشكل كامل فتجدهم في الأعياد مثلا بتجمعوا في المسجد يتم بتبادلوا التهاني بيزوروا المسجد الأقصى بتبادلوا التهاني هناك فتكون العلاقات الاجتماعية بشكل قوي لا سمح الله لو أصيب أحد أبناء البيت حي وادي الجوز تميز بالخير الطبيعي وذلك من خلال الزراعة مما يجعل المقدسي يأكل مما يزرع حيث أن المنطقة كانت مؤهلة للزراعة وإنتاج المحاصيل المميزة أهل وادي الجوز يتدافعون من أجل حماية المسجد الأقصى يوم منعنا من الصلاة في المسجد الأقصى كانت الصلاة في حدود وادي الجوز من أهالي وادي الجوز هناك الكثير من الشهداء الكثير من الجرحة نذكر الشهيد أيمن الشامي مثلا في مذبحة المسجد الأقصى المبارك داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك دائما تسمع عن اعتقالات الشباب اللي دائما مرابطين في المسجد الأقصى الآن هجم مخابراتية اعتقلت العدد كبير من شباب وادي الجوز ذلك لوقفتهم للمسجد الأقصى والدفاع عن المسجد الأقصى وللعلاقة ما بين أهالي ودي الجوز والمسجد الأقصى المبارك دور فاعل في حمايته وتقديم المساعدات لمن يتواجد فيه خاصة في شهر رمضان المبارك لمشروع صحافة المواطن الشاب نور جابر